من العراق محمد بطهيري من المغرب هيثم شنفت من الجزائر محمد علي قويد من الجزائر وهذا تابعوه العداية هذية رقم 121 وانطلق السباق فعلا ونلقى عبد الرزاق كيري من جيبوتي إذن وحسين محصن الفارسي من عمان وعبد الله محمد الياعري من اليمن وصيحمادي بجنبي قالي مرتبة أولى لقويد وحيثم شنفت مرتبة ثانية ومحمد بطهيري مرتبة ثالثة هكا قلت ذيبش قيدوه عليك صيحمادي متابعو السباق السباق هذا معروف بنا جدا محمد علي قواند هو عقيم لك أفضل رقم فيهم محمد علي قواند عمل لي دورة الجزائر شاب ممتاز كان فيس شمبرون دي مان جنيور يعني عنده مؤهلات ممتازة المغربي كذلك ممتاز الجزائري ثاني ممتاز اللعبة جيبوتي زادة عنده مناء رقم بممتاز لكن اللي نعرفوه علي محمد علي قواند أنه لعب سريع جدا وهو قاعد يتقرب لقاعد المركز الثاني كما قلنا إذن شليفة وكواند قاعدين يخرجوا بسي داخل المغربي معناها يقضوا يتزعلكوا على على مراكز الأول والثاني بطبط إذن حوار جزائري جزائري هناك وتبعوا اللاعب زادة هذا اللي يجري مع شنين ممتاز الجزائر هذا والخط الوصول ألف مبروك إذن أعطيك صاحة يا حمادي صاحب المرتبة الأولى محمد علي قواند والمرتبة الثانية أول جزائري كذلك سيطرة جزائرية في هذا السباق إذن المرتبة الثانية مرتبة الثانية نلقا وهي ثم شنيتف بالجزائر والمرتبة الثالثة المرتبة الثالثة يظل فنعود وتوثبت إذن هذا جزائر مرتبة أولى مرتبة الثانية ألف مبروك للأخوة الجزائريين إذن مرتبة أولى مرتبة الثالثة ثانية بالعفوان هذا صاحب المرتبة الأولى عمامنا إذن جزائر مرتبة أولى مرتبة الثانية هذه الإعادة شكون تخلي المرتبة الثالثة نثبتوا نعطيهكم الاسم بالطبع باش ما نغلطوش لكن سيطرة جزائرية في هذا الاختصاص إذن مرتبة الثالثة عبدالله محمد الياعري من اليمن إذن الياري من اليمن هو صاحب المرتبة ثابته إذن مرتبة أولى محمد عليكوينت مرتبة ثانية هايثم شنيتف من الجزائر هذا مامنا إذن مرتبة أولى مرتبة ثانية متأكدين مرتبة ثالثة سنتأكد من هو هذا صاحب المرتبة ثالثة إذن تخلى مامنا إذن صاحب المرتبة ثالثة من اليمن فعلا عبدالله محمد الياري فاز بميدالية غرب آسيا عنده أسبوعين ومميز اللاعب هذا زاده ومستوى عالي سي حمادي في الاختصاص هذا أستنهي من الجزائرية اليوم هذا سباق يقول لك في العمر هذا عالمي لو كان تم بطولة عالم أقل من 23 سنة كان محمد علي قواند هو اللي يكون يزاده في زباق وهو اللاعب ممتاز ويحب تونس برشا هو ذاك علي جديد ما يربع في تونس إذن باش نعود نفس السؤال سي حمادي في الاختصاص هذا كذلك